اهلا وسهلا بكم في صدق اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية والعربية ونبدأ من اهم العنوين اقرأوا في القدس العربي منظمة حقوقية تحذر من ارتفاع اعداد المهاجرين غير الشرعيين من لبنان في الزمان اجتماع وزاري عراقي مصري ونوردني يبحثوا التعاون وتفعيل مذكرات التفاهم في المدى بغداد واربيل تتفقان على فتح مركز تنسيق هلال ايام والبشمرقة تعود الى ديالا في عربي واحد وعشرين اصابة جنديين اسرائيليين بمواجهات شمال الضفة المحتلة في العربي الجديد ترامب يرغب بسحب القوات الامريكية من الصومال وفاء لتعهداته الانتخابية في الترعراق ازمة الجائحة في العراق الاف الاصابات الجديدة وعشرات الضحايا وفي العرب اللندنية الصدر يضع نفسه في مواجهة مع انتفاضة الشارع العراقية مشاهدين الكرام اهلا وسهلا بكم الى حلقة جديدة من صدى الاقلام والبداية مع هذا المقال المنشور بصحيفة العربي الجديد ويقول فيه كاتبه في خضم الصراعات السياسية المغلفة احيانا بطابع الصدام الاقليمي والدولي في العراق تضيع تفاصيل انسانية كثيرة لا يمكن السكوت عنها والمرور عليها مرور الكرام بل بات من الواجب الانساني والاخلاقية التذكير بها كلما سنحت الفرصة لذلك ولعل واحدة من بين اكثر القضايا التي ينطبق عليها ذلك مأساة النازحين العراقيين الذين يقارب عددهم المليون نازحة وافقا لبيانات وزارة الهجرة والمهجرين في العراق موزعين على خمسة وخمسين مخيما تفتقر لابسط حقوق العيش الكريم ليس من ناحية اعدام الخدمات وغياب الرعاية اللازمة وحصبة ولكن لانها تعيش واقعا اخطر يتمثل بالتحرش الذي تتعرض له نساء تلك المخيمات والابتزاز وامتهان الكرامة مقال للكاتب يدد ليمي في صحيفة العربي الجديد نتابع جزءا منها ولعل الوسف الذي رفعه مرصد افاد العراقي قبل ايام في حملته التي سلط فيها الضوء على ملفات الفساد الكبيرة في هذا الملف رجعون لبيوتنا يلخص الكثير من تلك المعانات الانسانية التي تدمي القلب فعلى الرغم من مضيق رابط الاربعة عوام على نهاية المعارك ضد الارهاب في عموم العراق فان معانات النازحين ما زالت تكبر وتشتد في ظل وجود جهات مستفيدة من بقاء هذا الملف وبقاء هذه المخيمات فقد كشف المرصد العراقي افاد او وجود جهات متنفذة تحصل على عقود ضخمة لتوزيع المواد الغذائية في عقود فساد مكشوفة تصل الى جيوب جهات مختلفة بعضها ميليشيات مسلحة وبعضها الاخر احزاب في حين ان بقاء هذا الملف وهذه المخيمات يمثل سببا لبقاء وزارة بكامل موظفيها هي وزارة الهجرة والمهجرين التي لو قيض لهذا الملف ان يغلق ويعود كل نازح الى بيته لما عاد لها حاجة ليس هذا فحسب بل هناك اغراض سياسية من بقاء النازحين في خيامهم المتهرئة ويتمثل ذلك بالتغيير الديمغرافي الذي تعمل عليه جهات حكومية وعزبية ومسلحة كما الحال مع النازحين العراقيين من منطقة جرف الصخر جنوب العاصمة بغداد والتي تحولت الى منطقة شبه عسكرية تسيطر عليها ما تعرف بالميليشيات الولائية التابعة لايران والتي ترفض حتى ان يزورها اي مسئول حكومي حتى لو كان رئيسا لحكومة يضيف يد الليمة ونحن مقبلون على الشتاء قارس مصحوب بتفشي لفيروس كورونا في العراق ما يعني ان الخطر داهم وكبير وان على الجميع الاستنفار لعودة قرابة المليون نازح الى منازلهم وعدم ترك هذا الملف الانساني الحساس عرضة لتجاذبات الفساد وصراعات السياسة إلى مقال منشور في ألتر عراق وجاء في مطلعه في اعتصامات المناطق الغربية استخدمت حكومة المالكي ومن معها ذات الاسليب وصفت المعتصمين بأقذع الاوصاف لكن التركيز كان على طائفتهم إن الجواب الحاضر لقاعدة الحكومة الاجتماعية هو هؤلاء سنة يريدون انتزاع الحكم منكم بهذه الطريقة تتوارى لسئلة الأخرى جاءت انتفاضة عن الانظار أو تتوارى الانتفاضة عن الانظار وجاءت انتفاضة تشرين الفين وتسعة عشر بطريقة صعبة على سلطة وأحزابها استخدام الأوراق التي أتيحت لها إبان اعتصامات الغربية حول الموضوع كتب زيا وليد في موقع ألترا عراق تواجدت الأحزاب الإسلامية حالة الهستيريا التي تعيشها لأسباب التي استعرضناها بعد حادثة كربلاء الأخيرة لقد شعرت أن المتظاهرين يسرقون أداة الدين المستخدمة في السياسة دخل المتظاهرون ملعبا محرما بالنسبة للأحزاب فحمل صور السياسيين والأعلام الحزبية والعسكرية ليس إقحاما للسياسة بالدين بأعراف سلطة المحاصصة لكن حمل صور الشهداء تشرين والهتاف ضد أمريكا وإيران سلوك منحرف يسيء للزيارة إن فقدان الشرعية مرتبط بفقدان الشعبية والعكس صحيح وكلاهما يتأثران بسؤال الجمهور وفي الحالة العربية الجمهور المؤيد تحديدا وليس عامته لذا تجتهد السلطة في إيجاد أجوبة تشد قاعدتها الجماهيرية لها ومن سوء حظ أحزاب السلطة العراقية أنها لم تجد الكثير مما تبيعه من كليشيهات للمتعاطفين والمؤيدين والناخبين سوف يبقى الوطن بمقدساته وتاريخه وأبو نؤاسه ملكا للشعب ويتابع زي وليد كانت ميزة تشرينة تاريخية أنها انتفاضة شعبية لجماهير من كل الطوائف بعنوين وطنية ودينية في ذات الوقت رفع الشباب راية الأئمة بوجه من يحكمون باسمهم فأسقطوا خديعة الدفاع عن المذهب المستمرة منذ ستة عشر عاما حين رد الجلاوزة بالنيران والأسلحة القناصة على متظاهرين سلميين من أبناء مذهبهم إلى مقال آخر ويقول فيه كاتبه حول حالات الانتحار في العراق وزيادة مستمرة تدريجيا منذ عام الغزو الإنجلو أمريكي أي قبل غزو جائحة كورونا بسبعة عشر عاما وأنها ليست كما في الغرب السبب الوحيد لحالات الانتحار كتبت هيفاء زنجنا مقالة نشره موقع الجاردينانو ثابع يلاحظ في الوقت نفسه ما نشرته الصحافة العراقية والعربية عن ازدياد حالات الانتحار في العراق ووصفها بأنها مرعبة إذ بلغت 293 حالة خلال الستة أشهر الأولى من 2020 فقط وتتميز بانتحار الذكور أكثر من الإناث فهل سبب ذلك كما في الدول الغربية هو انتشار الفيروس وما يصاحبه من عدم اليقين بشأن المستقبل والاضطرابات النفسية جراء الحرمان الاقتصادي كما تخبرنا الدراسات الأنمية أم أن ما يتعرض له المواطن العراقي مختلف تماما أو متعدد المستويات مما يسرع في رغبته بالانتحار في عام 2006 نقل موقع رليف ويب التابع للأمم المتحدة فيما قال ضغوطات العنف تقود إلى الانتحار تصريح لوزارة الصحة بناء على إحصاءات من مشرحة ومستشفيات بغداد في خمس مناطق إن نحو عشرين شخصا ينتحرون كل شهر وقال أحمد فتاح أضو إدارة التحقيق في الانتحار بوزارة الصحة إن الأرقام مرتفعة بالمقارنة مع تلك التي كانت موجودة قبل عام 2003 عندما كان لدينا حالة انتحار واحدة أو اثنتين في الشهر معظم الحالات لشباب تحت سن التاسعة والعشرين وأغلبهم من الذكور وختمت هيفاء زنقنا مقالة بقولها إيجاد حال للصحة النفسية والعقلية بالعراق يتطلب ليس معالجة انعكاسات الجائحة في الشهور الأخيرة فحسب ولكن التعامل معها باعتبارها عمقت بحلولها الخراب السياسي والاقتصادي والمجتمعي الموجود أساسا في المدى مقال يقول فيه الكاتب عامر القيسي لم يتعرض حراك احتجاجي شعبي منذ 2003 حتى اللحظة إلى محاولات تسقيط منهجية من الأقلام المأجورة والملوثة كما يحدث الآن مع ثورة تشرين النقية دعكا من المحاولات السياسية لركوبها وحرفها والانبساس بين صفوفها وتهديدها بالترهيب من عواقب الاستمرار مقال منشور بصحيفة المدى نتابع ما يهمني هنا تلك الأقلام الملوثة والبرامج الفضائية الخبيثة والتباكي على الثورة من الضياع والانحدار إلى مستويات الفوضى وهي أقلام منافقة لئمة مدفوعة الأجر والأجرة من قوى دقة الثورة ناقص الخطر لوجودها وهيمنتها وتحويلها للبلاد إلى كومة خراب يبكي عليها الأعداء قبل الأصدقاء الموسف أن تلك الأقلام والأصوات كانت إلى فترة قليلة سابقة مدافعة عن الثورة وبعضها التقطت السيلفي في ساحات التحرير مع نشطائها من أجل الترويج وشراء المواقف المجانية لكن أقنعتها سرعان ما تساقطت وتهاوت مع احتدام الصراع بين قوى تريد وطنا بلا فاسدين وطائفيين وقتل وقوى الحرس المدجج بالكواتم والمحمي بالاختطافات المجهولة والتي تقاتل من أجل بقاء العراق على ما هو عليه فهي الحالة الأمثل لديهم للبقاء وتصفية الحساب مع الوطن والشعب دفعة واحدة يأخذون على الثورة التشرينية سلبياتها متناسين وغافلين عامدين متعمدين أن الثورة هي بنت المجتمع العراقي بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات وهو مجتمع غير ملائكي فيه من المآخذ ما لا يذكر هنا احتراما له ويتابع عمر القيسين أعداء ثورة الشباب التشريني وبينهما أصحاب الأقلام الملوثة يدركون جيدا أن الثورات لا تموت بالدعايات والإدعاءات والتشويه وقلب الحقائق ويدركون كذلك أن الثورة إن خبت اليوم فهي قائمة على نار تحت الرماد يقول علم السياسة بأن الصدمات والحروب العسكرية الصغيرة أو المحدودة يمكن أن تنبئك عن استراتيجيات الآخرين وكذلك عن طبيعة الصراعات والأهداف الجيوسياسية في المحيط القريب لبؤارات توتر وأيضا في المحيط البعيد ويبدو أن جولة القتال الحالي بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناغورني كراباق التي بدأت آخر شهر سبتمبر الماضي 2020 أفضل تعبير عن هذه الحالة فرغم أن الحرب هي بين الدولتين المذكرتين لكن الحقيقة أن هذه المنطقة مسرح صراع واهتمام بالغ الأهمية بين مثلث جيوسياسي يتكون من روسيا وتركيا وإيران وكل له أسبابه الخاصة حول الموضوع كتب مثنى عبدالله في صحيفة القدس العربي يقينا ترى تركيا نفسها في مهمة غاية في التحدي على خط المواجهة في الصراع العسكري والسياسي الدائر اليوم في البلقان وهذا يدفع الكثيرين للتساؤل عن مآلات النشاطات المفرطة لها في بيئتها الأقليمية وحتى في أماكن أخرى بعيدة لكن أنقرة ترى أن تحرك الخطوط في أماكن مختلفة وفي توقيت واحد يصنع ديناميكية سياسية ويصب لصالحي استراتيجية فائلة فتدخلها تراه عاملا مهما في تغير قواعد اللعب في جميع الساحات ويصنع ضغطا يجبر جميع الأطراف على إعادة النظر في حساباتهم نعم روسيا دولة كبيرة وقوة عظمى في المنطقة لكن تركيا ترى أن الدول الكبرى قد تجبر أحيانا على السير في طرق تفتحها لهم قوى أقل وزنا فيسيرون فيها لتحقيق تقدم يعود بالفائدة على الجميع هي تستند في هذه الرؤية إلى تراكم خبرة من التعاون والتنافس والتناقض ودعم معسكرات متضادة تشاركت فيها مع روسيا وإيران في سوريا ومع روسيا في ليبيا لكن ذلك لا ينفي حقيقة التباين في المصالح وخسارة تركيا لبعض أوراقها في هذه الساحات لصالح الأطراف الأخرى لكن المآل المقبل هو أن جميع الأطراف ستتقاسم الحصص وتختفي سيادة أذربيجان كما حصل في العراق وسوريا وليبيا مثنى عبدالله ختم مقاله بقوله في سياسة انتهاز الفرص صلاح ذو حدين الفرصة الثانية تراها أنقرة اليوم فالولايات المتحدة مريضة ومشهولة بالانتخابات الأغرب في تاريخها الاتحاد الأوروبي فقد وزنه السياسية ودوره وخائف على مستقبله روسيا مثقلة بمنفات سوريا وليبيا وأوكرانيا وشبه جزيرة القرم والاضطرابات السياسية في محيطها المفيد وكل هذا يعطي صانع القرار التركي دفقة جرأة إلى آخر المقالات وهو عن ماكرون وإرث فرنسا الاستعماري في الأشهر القليلة الماضية كان للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خروجان مسرحيان كبيرا الأول في بيروت بعد الانفجار المأساوي لمرفأها وما أعقب ذلك من عرض ما سمي بالمبادرة الفرنسية لحال الأزمة السياسية والاقتصادية العميقة في لبنان أما الثاني فكان في باريس حين عرض مشروعه الذي قال أنه سيتصدى للانعزالية أو الانفصالية الإسلامية في المجتمع الفرنسي وما تسببه بحسب قوله من تهديد خطير لعلمانية فرنسا ونظامها الجمهوري محمد كريشان يكتب عن ماكرون في صحيفات القدس العربي جائحة كورونا وما فرضته على فرنسا من تحديات صحية واقتصادية فضيعة كانت أولى بالاهتمام فقبل نهاية هذا العام سينضم مليون فرنسي إلى تسعة ملايين وثلاثمائة ألف ممن يعيشون تحت خط الفقر المحدد بألف وثلاثة وستين يورو كدخل شهري وهو ما يستلزم أجوبة سياسية محددة وعاجلة وفق تعبير صحيفة لوموند التي خصصت قبل أيام افتتاحية لهذا الموضوع مستعرضة أن عدد طالبي المساعدة الغذائية في البلد ارتفع بنسبة ثلاثين بالمئة مع ارتفاع في عدد طالبي المساعدة المالية من الدولة والعاجزين عن دفع إيجار بيوتهم فضلا عن كل ما خلفته الجائحة من صعوبات لا حدود لها في أوساط فئات هشة من العمال القارين أو الموسميين وتشير لوموند أن هذه الفئات الهشة تتعرض حاليا إلى محنة مزدوجة فهي من ناحية أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بحكم ظروف عملها وسكنها القاسية ومن ناحية أخرى هي الضحية الأولى لتقليص فرص العمل وتضيف الصحيفة الفرنسية أن الحكومة وإن كانت تصرفت بشكل جيد وسريع في مجال تقديم المساعدات والإيواء إلا أنها تحتاج اليوم إلى مؤمة استراتيجيتها الخاصة بمقاومة الفقر مع هذا الواقع الجديد غير المسبوق في اتساعه وقسوته يكمل محمد كريشان مقاله بقوله إن الخروج المسرحي الأول راد به ماكرون ولو ببعض الاستلاء والوصاية استعادة مكانة دولية لفرنسا لم تعد في أغلب أوجهها قائمة بذاتها خارج سياق المناكفة مع تركيا ومحاولة عرقلة سياستها ونفوذها الإقليميين في تناغم مع محور إسرائيلي خليجي لم يضع نصب عينيه في المقام الأول سوى مثل هذا الهدف هدف آخر يتعلق بإيران لا يبدو ماكرون متحمسا له في الوقت الحاضر للتشجيع على ارتداء الكمامة شركة طيران إندونسية تصبغ إحدى طائراتها على شكل قناع الوجه إذن نشرت صحيفة القدس العربي تقريرا حول الموضوع حيث تقوم شركة طيران غوردا إندونسيا بطلاء مقدمة إحدى طائراتها من طراز طانك بتصميم جديد لقناع الوجه كجزء من حملة للترويج لارتداء أقنعة الوجه وسط فيروس كورونا في مطار تاتي جرانجا نتبع إياكم الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر